مرحباً نوح مرحباً يا حبيب أهلاً بك أقنعت كنا في الفاصل الذي نتكلم عن نوح عبدين قلت بقى أن المفاوض الكابلز أو الناس المقبلة على الجواز تروح تعمل كابل ثيرابي أو يروحوا المختصين أو لايف كوتشز يعرفهم على بعض نفسياً يعني خذ يبالك ممكن اتنين يبوا بيحبوا بعض أو عجبين بعض أو اجتماعياً أو مادياً أو عائلياً ينفعوا البعض بس لازم يعرفوا بعض نفسياً ده مهم كمان على فكرة مش في ناس يقولك إحنا فترة الخطوبة بنتعرف على بعض إنتوا عرفتوا بعض كبني قدمين بس إنتوا معرفتوش بعض نفسياً معرفتوش احتياجات بعض النفسية ده مهم في الأخير بيقولك أول ما بيتقفل عليكم باب بتلاقي حاجات تانية فرص طبعاً لأن كل تحت السجادة بيطلع طليتي بالأبيض طليتي كل تحت السجادة بيطلع الجواز صعب ولا سأل؟ الجواز مسئولية والتزام ليه مسئولية؟ لأن أنت بتبقى في حد في حياتك في مسئولية تجاهه بيبقى في حساباتك يعني أنا سمعتك كنت بتقولي كده بس لو أنت حدي راعي نهى يعني أنا دلوقتي عندي تصوير ومش فاضية ومعليش أن أنا أخد من وقتي شوية للشغل مش ده مفروض برضو يبقى هو معايا يعني سابورت لي ما بقاش شايلة مسئولية أصلاً أنت أقوم حد تقولي ومسئولية هيهرب أو هيخاف أو هيتوطر ما هو بصي؟ الجواز فعلاً مسئولية والتزام هي حاجة معروفة واللي مش ناوي أو مش فاهم ده يبقى لها أحسن وريح نفسه وريح اللي قدامه بس خلينا نبقى متفقيني الجواز مسئولية والتزام مسئولية في إيه؟ الواحد وهو الواحده ما بيفكرش في أي حاجة غير في نفسه إنما لما بيبقى معاه طرف تاني اللي هو الزوج أو الزوجة والكلام ده للتنين على فكرة مش بتكلم على ستات ولا على رجالة الله يا أختي ولا كان بيفرق أعملتي غدا ولا ما عملتي إشكلتي ولا ما كان نايمة بالميك اوب ولا مش نايمة كان بتفرق معاكي؟ قبل التجوز أنه مش فارقة لما خلاص أنا مني النفسي أنت دلوقتي منك لنفسك أها؟ لأ قبل ما تجوز وأخلف مني لنفسي تمام؟ لما بتتجوزي بقى بيبقى في حد في حياتك دلوقتي منك لأيمان أنا دلوقتي؟ أنا دلوقتي؟ أنا أيمان بيربيني من قوي أيمان بيعمل فيك إيه؟ أيمان ده أحلى حاجة في الدنيا ما شاء الله اللهم ده هدية رب العالمين ليّ اللهم لك الحمد ربنا يباركلي فيه ويحفظه يا رب وربنا يا ربي يرزق كل حد نفسه يخلف ويطعمه لا يوجد مقارنات لأنه هناك مقارنات وحسد لكن أنت تنزلي صوره معينك تخافي من الحسد ساعات أتنزلي صوره ولكن ليس كثيرا عارفة لماذا؟ بيائية بعد أن أتنزلي الصورة؟ أو صورة أي قابل ينزلي الصورة لازم خنائها؟ لكن أقول لك على شيء هو ليس الموضوع لكن من الناس ليس حسد قوي أنا أحترم خصوصيته يعني هو دلوقتي صغير دلوقتي صغير من اللي بتنزل الصورة؟ أنا مين اللي ممكن تتحكم أنه هو يظهر أو ما يظهرش؟ أنا أنت لك اليد العليا أنا اليد العليا فريدي لما يكبر شوية يجي يقول لي أنت ليه خليتيني أذر؟ أنا ما كنتش عايزة بقى مثلا مشهور أو معروف أو ليه عملتي ده؟ فأنا عايزة أبقى محافظة على ده لغاية ما هو يكون سيد القرار وأنه هو اللي يعمل ده بمزاجه هو عايز وأنتي كأمة هتسمحي بالمساحة دي؟ لو هو عايز لا هتسمحي بالمساحة أنه هو يقولك أنت ليه عملتي كده يا ماما؟ حقه مش بني آدم؟ يعني ما بتقفليش النقاش من الأول يعني أنه لا ما حدش يدخل في قراراتي أنا أم وأنا عارف أنا بعمل كويس أم فيه طبعاً حاجات وفيه أوقات طبعاً لأ بنروح يعني وصلين للمرحلة دي طبعاً أنا أمه وده قراري بس فيه حاجة بقى مهمة إيه؟ لازم أفهمه لازم يفهم ده مش مجهود؟ مجهود بس أنت بتطلعي شخصية مش مهم أنا ما عنديش مشكلة قبز المجهود بس مقابل المجهود ده أنا مطلعها شخصية بس الجيل ده مش مش حسنه صعب يعني إيه اللي اختلافات بينك وبينه أو ممكن نقول مثلاً أنه مناوشات بينك وبينه خناقة مثلاً عايز يفهم كل حاجة عايز يعرف ليه أنت بتقولي على ده لأ ليه وليه ده لأ ورفضتي قبل كده وليه ده وافقتي عليه أنا في حاجات بتبقى زهرالي فيه وبتتعبني وأنا لسه هاعد بس ببقى أقول مش عايزة أقتل ده فيه ليه بس التربية الإيجابية ولا الشبشب؟ لا الإيجابية والشبشب راح فين؟ ما تربين عليها حبيبتي؟ الشبشب عمل مشاكل صدقيني ليه؟ طلع عقد طلع عنف طلع أن أنت كل ما تختلف مع أحد تروح يمد إيدك هذه كارسة صح أو لا؟ صح إنما اللي بتعلم أجيب لك من الآخر أنا أبسط حاجة أقولها لك وهي اللي طول الوقت قدام عيني وتقالت لي من كذا حد وقاريتها في كذا كتاب خليكي واثقة أن ابنك الست اللي هيبقى معاها أو بينجذب لها شبهك شبهك في إيه؟ يعني أنت لو أنت لسانك طويل معاه وبتهني أعرف أنه سيبقى مع ستة عاملة كذا لأنه هو ده اللي تربى عليه أخي لو أنت بتحترميه وتقدريه وتعمليه كويس ده نوع الستات اللي هينجازب لهم لأ أنا بشوف أن فعلاً الراجل في الآخر بيختار واحدة شبه مامتو يا شخصيتها قوية لو هي شخصيتها قوية مامتو هيختار واحدة شخصيتها قوية لو هي مثلاً مامتو طيبة وغالبينة وقاعدة في الميت ومعناش إكبرينس يعني مع أول نموذج أنساولي صح ما إحنا برضو ما هم ملف هياخد واحدة شبه مامتو مش شبهها في الشكل على فكرة لا شبه في الطباع ممكن في الطباع أصل هو ده اللي تعود عليه ممكن شبهها في الشكل ممكن شبهها في الطباع ممكن في طريقة لايف ستايل بتاعتها يعني لازم سبحان الله ممكن يبقى فيه حاجة مشتركة إيه هي ما تعرفيش فعشان كده أنا ببصل قدام يعني أنا بجهزه يبقى عامل إزاي معي ما بيحبش فيك إيه عصبيتي يقولك إيه بقى ساعتها يعني ما تتعصبيش إيه بتتعصبي بتجيبي طبقات سوبرانو اه طبعا ساعات بيجيب سوبرانو ما بيهمكيش أي حاجة ما هو أنا أنا ما بضربش قدام الناس بتعملي إيه بقى ما هو حاجة من اللي أنا قررت ده أنا ما كونش ست إيه ده طويلة ولا تضرب ولا وأعمل التربية الإيجابية أزع بقى يا أخي وأطلع عن نفسي بقى أطلع يعني حاجة أنفز بيها عن نفسي يعني أزع شوية يعني طب لما بتزعاي قدام الناس قدام الناس وأنا هقوم أضربك والله هقوم أزعق لك قدام الناس لا 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 مستحيل أعمل كده بصي أقول لك على حاجة أنا عندي مبدأ أنا وأنت مع بعض يعني ممكن نولع الدنيا مع بعض قدام الناس أنا بحترمك وأنت بتحترمني وعشان منظرك عشان أطلع بالتالي طب فريدي عمل حاجة غلقة كبيرة قوي قدام الناس وأنتي أجري عليه وأقوله في ودنه ولا هبصي بصة ساعات ببص البصة برضو في تفاصيل لنا كده إنت والله لو أمت خليش مزر بقشة ده الناس طب أنت عارفة بقى لما بعمل كده هو يقول لي ما يكلمنيش وهذا أنت إزاي بتبصيلي كده قدام الناس أنت إزاي تكلميني كده قدام الناس لا كرامته مش يعني دي من الحاجات اللي عجباني كرامته إزاي أنا حد يكلمني كده إزاي مش عارف إيه أبو عشر سنين أو تخيلي يا حبيبتي أنا مرة كنا برة وكان جاء معاد دواء ليه فعايزة ديرو ده قالت ديني دواء قدام الناس لا 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 أقسم بالله ما شاء الله الله أميريك لا بخد هيربيك لا 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 منظروا بريستيجو دلي خليك تفكري ألف مرة ما بتتكلمي تتكلمين معا إزاي ما بقولك بيربيني أيوة أنا حد تتربى أنا لهم من أول وجديد